لو قبل اللقاء لا احنا كنا طمعينين في مكسب ممكن أثناء اللقاء لو بصنا نشروط الأول أداء منتخب مصر كان سلبي جدا فكنا خايفين من سيناريو الهزيمة خاصة أن بوركينة فاسو ما كانش لسه لعبت مع سيراليو فبدأنا أن يبقى عندنا مخاوف. الشروط الثاني الشكل تغير بشكل كبير للأفضل فبدأنا نرتضي بالتعادل مش مردن بنسبة 100% لكن خلينا نقول أنه هو تعادل مقبول على مستوى أن الأداء في الشروط الثاني لو قسمنا اللقاء ممكن نشتري الشروط الثاني لكن أكيد حنبيع الشروط الأول اللي كان منتخب مصر في إنجر العشوائية كبيرة خدنا عليها منتخب غينية بساو الأخبار السعيدة جات لمصر ليلا بتعادل بوركينة فاسو مع سيراليو فبدأ الموضوع يبقى موزون احنا كنا خايفين من السيناريو أن الفريق بيننا وبوركينة فاسو يبقى ثلاث نقاط ونبتدي بوركينة فاسو تحقق انتصارات ومصر يتحقق انتصارات سيف فنروح نلعب مباراة بوركينة فاسو هناك عندهم فيبقى اللقاء زي يبقى حاسم وبركينة فريق مش قوي لكن فريق معقول لكن الاحتفاظ بفارق خمس نقاط عن بوركينة فاسو يبقى حتروح تلعبها بيدي بيدي طمأنينة وفي نفس الوقت يعني اقرب فريق لنا في المجموعة غينية بساو جاي لك القاهرة اعتقد اللي شفناه من غينية بساو هو فريق سهل ان انت تكسبه جدا في القاهرة انبارح لولا الانجرار المنتخب مصر مع عشوائية غينية بساو في الشوت الاول تحسن ان المنتخب مصر يعني راح زي ما غينية بساو عمله فريق عشوائي جدا احنا رحنا لعبنا بعشوائية كبيرة جدا كابتن حسام كان قدر يوصل في لقاء بوركينة فاسو في الشوت الاول لشكل ما من اشكال السيطرة واستحواز عالكورة وخلق فرص كبير جدا فقدها في بداية لقاء غينية بساو اللي احنا ممكن ما عملناش اي محاولة على المرمى في الشوت الاول خالص غير محاولة واحدة وبرى المرمى فده عدد قليل قوي لان المنتخب مصر يحاوله كابتن حسام حاب يغير الطريقة اللي بدأ بيها لقاء بوركينة فاسو ليه طريقة تانية حاول يستخدم فيها اطراف الملعب بشكل كبير لكن وجهه بقى ان انت حطيت زيزو ناحية اليمين مع محمد هاني تريزيجيكا المفروض يبقى جوه الملعب وصلاح وجهه ايه المشكلة بكين الطرفين عندهم طخمص اما بتلعب بطريقة فيها زي شبه اربعة تلاتة تلاتة او اربعة اربعة اتنين التانوعتين كانوا موجودين في ارض الملعب في اوقات كتيرة كان اعتمادك على اطراف الملعب مستوى الفردي لمحمد هاني مستوى الفردي لمحمد حمدي اللي هم ظاهرين الطرف خلى الموضوع ما يبقاش ان انت بتخلق زيادة عددية على اطراف ملعب غينية بساو لانت بتخلق لعبتك انت بلعبين ما بيصولش اضافة يعني المزيزو كان بيبقى ناحية اليمين وبطلع له محمد هاني ومحمد هاني ما بيعملش اضافة لزيزو بالعكس تانو بيضايقه في المساحة محمد حمدي من ناحية الشمال ربما نكمل اللقاء بس برضو ما كانش عامل الاضافة كان مجهد كان بيان عليه الاجهد بشكل كبير جدا يعني مش الاجهد او يعدم هو مش ايه بالزاف في ناحية شوت تاني بس الاصلي ما عملش الاضافة فانت كان كل انت عايز تضرب غينية بالساو من اطراف الملعب عشان تستفاد ان محمد صلاح جوه الملعب ترسجيه جوه الملعب بس انت خانق اطرافك بلعبتك انت انت ما بتعمل الوفرلود النزيزو يطلع له محمد هاني لأ محمد هاني هنا بياخد الراجل اللي معاه وبيخنق المساحة ولو وتيحت النزيزو يتبادل معه الكرات لأ ما بيديكش حاجة في الاخر جميل دي مشكلة خطة ولا تنفيذ الخطة